معنا السيدة أمو محمد من أسوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سمحت أنا من أسوان أنا والله أبدري أن الناس يتغاصل معكم الحمد لله يتوصل الحمد لله والله بس أنا عامل عملية في السادي كان ورم خبيث وكده ربنا يجمع لك بانتمام الأجر والعافية والله أنا الأول زعيلة الصغفة العظيمة يعني قاعدة جو ربي يعني شمعنا مشكلة عشان يعيروني بالعاية وكده يعني والحمد لله والحاجة التانية معايا أخويا يعني معنا ورث معنا عمرتين فبقلوا ديني حقي مثلا عشان جوزي جاعد من غير شغله لأي حاجة وعربية تتمسكت للجبل نعم فأنا عايزة يعني ومسا الورثي مرضيش فدوقت أنا عاملة فيه قضية هل حلال ولا حرام عجاب عجاب بحضرتك يا محمد حاضر ما شاء الله بارك فيك وهل لي مثلا ربنا يعني يعني هل ناجيني من لنا فيه بإذن الله اللي هي صواف فيما بعث حاضر حاضر أول حاجة ربنا يجمع لك بين تمام الأجر والعافية وجاوبك على السؤال وجاوبك على السؤال اللي جاي السؤال التاني قبل السؤال الأول هل دي انت لك ثواب ده الشوكة إذا كان يشاكو بيها الإنسان الله سبحانه وتعالى يخفر بيها ويرفع درجة ما أنت فيه من نعمة الله سبحانه وتعالى يوسع عليك ويكتب لك الثواب العظيم والبركة ويخليك في الدرجات العلى إن شاء الله بصبرك على هذا المرض إن شاء الله ولكل إخواننا اللي عندهم نفس المرض ربنا يوسع عليهم إن شاء الله والسؤال الأولاني بقى أن انت عشان بتطلبي بمراسك وبتطلبي بحقك فرفعت قضية فهل ده حرام؟ أبدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لصاحب الحق مقالة فانت من حقك أن انت تطلبي بحقك بالعكس هو حرام على الشخص اللي منعك من حقك حتى ولو كان أخوك حرام عليه أنه يمنعك من حقك فاللي أنت عملتيه ده جائز ومعلكيش اسم وانت معلكيش أي عقاب ولا عليك أي لوم اللي أنت عملت كده لأن أنت من حقك هو كان واجب عليه أنه يديلك حقك أما وإنك أنت بتطلبي بحقك فانت ليس عليك اسم واللي أنت فعلتيه ده جائز وحلال وليس حرام ترجمة نانسي قنقر